من حوارنا قبل الفاصل على موضوع السدود وعلى موضوع السراعات أريد أن أستشهد ببعض العبارات دعنا نقول ليست المستفزة وإنما التي فيها لغة تحدي تركيا ترفض القانون الدولي للمياه مثلا ولديها استراتيجية قديمة البترول للعرب والمياه لتركيا ويعني هناك عبارة شهيرة عام 1988 لرئيس الوزراء التركي الراحل أوزال حينما قال ادعاء سوريا والعراق بحقوق في مياه تركيا وشبيه بالدعاء تركيا بحقوق في بترول سوريا والعراق المياه أمر سيادي وهو ثروة تركية كما هي البترول ثروة عربية هل تأثرت حصة سوريا والعراق ببناء السدود التركية؟ يعني حينما سألتك قبل الفاصل دكتور محمود هل هناك حصائيات على موضوع التأثر؟ هل هناك رصد للتأثر في سوريا والعراق؟ هل هناك فعلا تراجع في المنسوب؟ ولكن هذا التراجع هل هو على حدود السد؟ هل هو على منسوب المياه في النهر بشكل كامل؟ هل تعتقد أنه قد تنشأ صراعات عسكرية في العقد القادم مثلا بين الدول العربية وبين تركيا أو إيران بسبب المياه ليس بسبب التوسع الإمبريالي مثلا أو الإمبراطوري؟ يعني هناك في حقيقة واقعة وهي أن حصة المياه في كل من سوريا أثرت بالسدود سواء كانت إنشأت من قبل تركيا أو من إيران فعلا تأثرت بإنشاء هذه السدود هل هذه السدود التي إنشأت في بلاد أعلى النهر دية يعني كانت مطلوبة للتنمية في هذه الدول أم لا؟ هذا موضوع يرجع للخطط والبرامج الخاصة بهذه الدول إنما لا يجب أبدا مطلقا أن تنشأ كما ذكرت سدود تؤثر على الدول في نهاية النهر لا يجب أن يتم ذلك طيب موضوع يعني سياتك ذكرت النفط والمياه يعني أسير في كثير من المناطق سواء كانت تركيا أو إيران أو بعض الدول الأفريقية يعني وضع قيمة للمياه مثل البترول يعني وده مبدأ خطير جدا لأن المياه هي الحياة إذن أن إحنا نساوي ما بين المياه والبترول هذا موضوع خطير لأن الأمم المتحدة أقرت مبدأ حقوق المياه وذكرت في قرار أن لكل إنسان الحق في الحصول على قدر معين من المياه يكفي علشان احتياجاته اليومية وكذلك تطرقه إلى احتياجات الصرف أيضا أن يتاح الصرف ولكن رغم هذا القرار اللي هو يجب أن نحن جميعا نأخذ به ففي تجاوزات وتجاوزات ديه زي ما احنا شايفينها في أكثر من منطقة ترجمة نانسي قنقر